موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة وما زلنا من احتفل بعيد الام كل سنة وكل ام مصرية بخير خلينا اقول ان وزارة ضامة الاجتماعي حريصة جدا على اختيار الام المثالية وتكريم الام المثالية وكل ام مصرية هي اكيد ام مثالية قبل ما رحب اضيفتي النهاردة خليني اوجه تحية لكل امهات اللي عاملين في برنامج نهارك سعيد الاستاذة انجيل كزمان وازيز كزمان بنحي ممتهم لها كل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيبين استاذة داليا سمير زملتنا رئيسة التحرير بنقول لممتها استاذة مريان كل سنة وانتوا طيبة زملتنا المعدة هبة بنقول لستاذة نادية ممتها كل سنة وانتوا طيبة تغريد الصبان من الاعداد استاذة زينب ممتها بنقول لها كل سنة وانتوا طيبة زملتنا المزيع ريهام سالم ممتها لستاذة بشرة كل سنة وانتوا طيبة استاذة بشرة زميلتنا المصورة هند مامتها الأستاذة نجوة كل سنة وانت طيبة زميلتنا مي في التصوير مامتها الأستاذة ألفت كل سنة وانت طيبة الأستاذة هديل المصورة بنقول مامتها الأستاذة هناء كل سنة وانت طيبة زميلتنا عبير من الإعداد مامتها الأستاذة أسماء كل سنة وانت طيبة الأستاذة هودا جودة رئيسة التحرير بنقول أختها مها جودة كل سنة وانت طيبة زميلتنا آية في الإخراج بنقول مامتها الأستاذة نبيلة كل سنة وانت طيبة وزملتنا هايدي في الإخراج بنقول لما ميتها هدى كل سنة وانت طيبة يا أستاذة هدى خلينا راح بسرعة بالسيدة أحلام محمد وهي الأم المثالية من الشرطة وأم لشهيد من شهداء الشرطة كل سنة وانت طيبة أستاذ أحلام ونهارك دايما سعيد وأنا مبسوط أنك موجودة وأم من شهداء الشرطة في هذا التوقيت بالتحديد كل سنة وانت طيبة وأنت الأم المثالية ورمز من رموز الأم المصري كل سنة وانت طيبين جميعا والأمهات المصريات بخير وكل الأمهات المصريات مكافحات ومثاليات وأم الشهداء برضو الأمهات الشهداء كلهم مثاليات شهداء المسلمين كلهم أمهاتهم كلهم مثاليات ربنا يكرمهم فيهم بقى ربنا يكرمكم دايما خلينا نتكلم على مشوارك وحياتك واختيارك من قبل وزارة الداخلية الشرطة كأم مثالية بص حضرتك هو أنا يعني هي الاختيار بيجي يعني دي حاجة من عند ربنا لأنه هو بيبقى كمبيوتر لأن كلهم أمهات مثاليات يعني مش أنا طبعا مش أحسن منهم طبعا أكيد كلهم أمهات مثاليات بس بتيجي كمبيوتر يعني فهي بتيجي كده بيلاقي يعني فإنما أنا مشواري زي أي أم مصرية يعني أنا أولادي ربيتهم الحمد لله هم كانوا أربعة وكان باباهم توفى وهو محمود اللي هو ناقيب الشهيد كان في تاني ابتدائي والحمد لله ربيتهم رجالة والحمد لله وشرطة برضو هم عندي اتنين شرطة غير محمود وعندي بنت بكرس علوم طبعا اتربوا تربية الحمد لله رجالة يعني بيحبوا شغله بيحبوا شغلهم يعني الحمد لله يعني محمود كان صغير هو أصغر واحد كان عنده اتنين وعشرين سنة وكان بيحب شغله بيحب شغله يعني كان ما بيهموش أي حاجة كان لو طلبته في أي وقت وهو نايم في الراحة بتاعته تطلبه بينزل بهدوم البيت بينزل يجري لو فيه خناه هو طبعا احنا مصر القديمة هو زابط مصر القديمة هو احنا منطقة المانيال عين السيارة الجيارة المناطي دي تتبع مصر القديمة فكان أي وقت أي حد يطلبه فيه خناه كان بينزل وصالحهم بعد ما استشهد دربوا بعض وموتوا بعض كان حلو كان حلو بيحب شغل ومخلص فيه وبيشتغل بما يرضي الله أكيد ده تعلمه منك أنت يعني أكيد الحاجات الحلوة اللي اكتسبها من أمه بس أنا أقول لحضرتك حاجة الحمد لله هو ربنا لازم بيقى في جنب الواحد توفيق من عند ربنا يعني أنا أنا صح مديرية مدرسة وأنا تربوية وأنا خريجي التربية وكده ولكن عمري 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 موجهته هم الحمد لله لوحدهم هم أولادي لوحدهم الحمد لله رجالة وفي الحق أنا عندي محمد أبو العز ما بحث أمني ما بحث الجيزة أنا بتكلم وعلى هوا هيقول لك مين محمد أبو العز المحترم اللي بيرعي ربنا إحنا الحمد لله يعني بنشتغل للشغل عشان ربنا عشان ضمرنا هي دي الأم المصري وإبني مصطفى أحمد أبو العز زابط في كلية الشرطة سمعني طلبة كلية الشرطة لا سواء سنة تانية أو كان خاد أولى يقولوا لك مين مصطفى أبو العز المخلص اللي كان بياخد دايما دايما كان السرية بتاعته تاخد الأول كل سنة بيشتغل بضمير بيجوا من شغلهم تعبنين ما بيهمهمش هم لابسين إيه أنا محمود كان مستوضع الأنابيب بتاعني السيرة أنا سكنة ناحية تانية جمعية 8 لورود أنا بيتي أمرت أنا كان يقف على عربية الأنابيب بيشهل السكتات الكبار تعالي 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 ويدي يدوموا كل أطراب مش مهم هقوله إيه؟ هقولي سكتات غلابها بوقفة أصباعه الكبير وارم وقيت على ريب له أمبوب قبل من استشهد على طول حب شغله ربنا يا رحم حب شغله يعني حضرتك سبب الحدثة اللي هي اللي حصلت أنه هو قبلها ثلاثة أيام بالضبط كان راجع من المانيا اللي على العربية بترجع بظهرها قالوا فيه إيه؟ قالوا فيه ناس مسبتين واحد بتاكسي يعني حطين السلاح على رقابته ثلاثة بتاكسي أجرا فجري جري وراهم بيجري بيجري ورأي مجرم لحق واحد وثلاثة والاثنين الثانين جريوا دقلوا في العزبة الوراء ولحقوا فعشان كده ده اللي خلاه وهو راجع من بلاغ البنك بتاع المانيل في نفس المكان يعتبر وراء بيتي أنا في نفس المكان العربية سوزوكي بتاع تلازب الأدوية مستخبية في رايح تسرق مركز سابت فدخل عليهم بكل أمان أنا ابني عمره أنا ركبت تاكسي مع واحد يعني واحد من المناطي العشوائية اللي هي هناك جنبي يقول للظابط المؤدب عمره مشاتبنا حتى إحنا المجرمين ما بيشتمناش لما كانت تجي حملة في المناطي في الجيارة والمناطي يقف مؤدب ميشتمناش انت بتعتزي بتربيتك تعتزي القيم اللي انت نقلتيها لأولادك الحمد لله انت على ذكر انك مديرة مدرسة يعني أكيد نصايح كتير بتوجيها للعاملين معاك لأولادك في المدرسة حتى بوجود مشاكل حتى في التعليم يعني اغتقنك بتلاقي ده وتلاقي مشاكل بتحاولي ازا تربطي ما بين مشاكل التعليم ونصايحك كأم قبل ما تكوني نظرة بصوا الله حضرتك حاجة الأم مسؤولة عن ابنها قبل ما يجي بمدرسة الأم لازم تربي ابنها تربية كويسة ما تعتمديش عن مدرسة في كل حاجة لأ لازم تخلي بالك من ابنك ده أمانة مش هتبقى أم مثالية ومش هتبقى عند ربنا اللي ما تخلي بالك من ابنك تعلمي الحرام والحلال وصحبك وزميلك وخلي بالك الحاجات دي كلها الأمهات طبعا عليها دور كبير إنما مش أنا يلا أودين مدرسة أرجع من مدرسة أرمى الشمطة أنزل لا خلي بالك من ابنك وربي ابنك كويس وعندي في المدرسة الأمهات المدرسات صراحة معلمات كلهم مثاليات كلهم مكافحات أنا بشفق عليهم بترجع من الشغلة على الأولاد وتعلمون وتحاول تجيب إرشود مسؤولية خلينا أرجع لورا شوية أكيد أنتم وانتم صغيرين أو في بداية حياتكم كأمهات سمعتوا نصايح من الجيل القبلي كده فكريني كده إن نصايح اللي تقلت لكه وكنت حريصة جدا إنك تطبيقها في حياتك علشان تكوني أم ناجحة وأم مثالي بص حضرتك إحنا الجيل بتاعنا الجيل زماني ممكن ما كانش محتاج للنصايح أكتر من الجيل دلوقتي إحنا كنا لوحدين مصر تغيرت في الثلاثين سنة ده يعني تغيير بتاع مئتين سنة بتاع تلتمائة سنة جيل مختلف جيل مختلف إحنا هي بنروح جامعة بنجي من الجامعة بنذاكر لا كنا نعرف دروس خصوصية ولا كنا نعرف متفوقات كنا احنا أربع بنات متفوقات أخواتي طب وأنا تربية كنا متفوقات ما تعبناش أهلنا خالص يمكن كانت النصيحة اللي كان يقوله هلنا لأختي اللي أنا كان بتطلع بامتياز في الطب كفاية مذكر ما كناش محتاجين للنصيحة قوي الدنيا كانت أحسن من كده بكتير إنت دلوقتي ما بتحبش تخرج في الشارع ما بصدقت روح البيت إحنا كنا نحب ننزل الشارع الهدوء والنسف فين الشعب الحلو فين شعب مصر الجميل فين اللي ما ينامش وجاره جعان فين الكلام ده يا جماع فين رجالتنا الجدعان اللي دلوقتي لو شفت واحد فيه مشكلة بتمش بعيد عنه ليه مش إحنا مش إحنا المصريين الحلوين لا 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 رب ولادنا والأم مسؤولة على ابناء أنا ما حطش ابني في التهلكة وأقول ابني ما تلقى انصحيه وعيه يقول له كده حرام كده غلط كده تحسب عند ربنا وما ننساش ربنا إحنا نسينا ربنا فأنسانا نفسنا يا جماع ما ننساش ربنا والعمر شيريت صغير افتكروا أجددنا واللي مات واللي أخذ إيه بنحرب بعض إليه بنموت بعض إليه علشان إيه مش مستهلة والله ما مستهلة مش مستهلة انت قلت لي إحنا كجيل ما كناش محتاجين نصاح كتير أول إن إحنا تربينا على أصول طب خلينا نتكلم على دلوقتي انت بتقولي إيه البناتك لما يبدأوا حياتهم بتقولي حتى البنات العيلة اللي دخلين على تكوين أسرة وتبقى أم لكل البنات ولكل الأمهات خلي أدام ربنا رزق بأولاد خلي بالك منهم كويسة وربيهم صح وربي أعزة تربيهم على الدين صح الدين الصح إنما وخلي بالك منهم وأنا لازم تخط وقت ليهم مش بسرعة كل حاجة مش حاجم من الشغل الواجب يلا خلاص ينام لا أقعد معاه شوية معليش هتجى على نفسك لأن الظروف حي صعبة دلوقتي يعني بالذات اللي هم العاملات ظروفهم صعبة على ما بتيجوا وتعمل بس برضو يا جماعة يبقى أنا بص يبقى عندي عائلين كفاية بس ربيهم كويس خلي بالي منهم لا تربيت الأولاد وبعدين أقول لحضرتك برضو المتغيرات والنت والتلفزيون ما زي الأول إحنا كان عندنا القناة الأولى وقناة تانية حتى أنا أولادي ربيتهم في السعودية على القناة الأولى وقناة تانية على القرآن وعلى التمثيليات اللي هي هادفة والحاجات وإحنا زي من كنا على كده لكن دلوقتي التغييرات بس برضو برضو معلش على قد ما تقدر الأم على قد ما تقدر أتحكم برضو في أولاد وربيهم صح بيقولوا الأطفال زمان كانوا حاجة ودلوقتي حاجة تانية وأنت نظرة للمدرسة شايفة ده مظبوط أن طفل النهاردة مختلف تماماً على الأطفال بتاعت زمان متمرد طفل النهاردة متمرد متمرد آه مش عاجبه حاجة وهو زمان إحنا بنرضى بأي حاجة بنرضى بكل حاجة طفل زمان يعني وبعدين هي الظروف كده بص أقول لحضرتك حاجة زي ما قلت لحضرتك الطفل زمان بيتفرج على التلفزيون بيشوف حاجات حلوة حاجات بسيطة برامج أطفال كتير برامج توعية كتير إحنا دلوقتي عامل يتفرج آه 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 أكل برب موت هنا حصل حصل العيال بيات عندها عدوانية طب الطفل المتمرد ده أنت بتتعاملي مع أو بتواجهي نصائحك حتى في شغلك أنت في المدرسة بتعملي إيه مع الطفل المتمرد عشان أقدر برضو أوصله النصيحة بشكل سليم بص أقول لحضرتك حاجة أما بتلاقي طفلي كده أنا أنا عندي يعني الحمد لله يمكن كلهم سمعيني دلوقتي والمنطقة أنا عندي خمسة ألف وخمسمة طفل حب العالم أنا عمري أنا بقول عمري ما ضربت طفل ولا زعقتل طفل مجرد بيجي عنتي أنا علش ولما بيكون فيه مشكلة ولا إيه كده أنا برواضه بقى ومزعله مع صاحبك ده صاحبك أنت تزعل مع صاحبك صاحبك اللي أنت عيد معه الوقتي ده كله وبتحبه بعضه بصوا بعض يلا حتى أولي الأمور ما لقوم من بره بره مش قللهم لا تعاتوا بتقاتوا عند تاني يوم ما يتخلقش معاه يمشي معاه ويخلي بالهم منه زي ما أنا قلت له بس حوضرتك لا العقاب الكتير بيجيب ولا الكلام الكتير بيجيب لو قطر ما أنت بتتكلم مع الطفل خلاص خد عليك ولكن أنت هم كلمتين خلاص أنا كده زعلانة خلاص صاحبك صالحوا بس أحيانا اللعقاب بيجيب نتيجة متهيقلي مش كده بص أقول لحضرتك مش مع الأطفال لأ مش مع الأطفال هتأخذوا على الضرب مش لازم يكون العقاب ضرب في عندي في عندي تم أنت هتفضل تضربه وتفضل تضربه خلاص لأ ما أنا ممكن أعاقب من غير ما ميدي إيدي ممكن أعاقب من غير ما أضرب بص أقول لحضرتك أنت ممكن تعاقب من غير ما تضرب بس في مناطق مناطق في مناطق مناطق إنك أنت ما تكون في منطقة شعبية في منطقة التكاتب السكاني كتير هتعاقبه بإيه هتقول له مش هديك أو هديك أو مش هعملك هدية أو جيزة ما تفرقش معا ولكن أنت لما تكون في مدرسة خاصة في مدرسة الوطأ أنا هحرمك النهاردة من نزول كذا أنا هحرمك هتبقى صعبة عليه إنما أنت هتقول لها هحرمك منك تلعب رياضة هينزل يعاني في الشارع لا يوجد مشاكل عنده أخذ بال حضرتك ولكن بالعكس أنا جربت أنا جربت أن ينسي المناطق دي عايزة الهدوء الأطفال عايزة الهدوء يعني حضرتك أنا أول ما جيت من المدرسة أنا كنت في الأرمان السنوي لغاتي في الدول حضرتك اشتغلت أنا جميع نوع المراحل اشتغلت موجهة في تعليم البنات في السعودية اشتغلت في معه ومعلميات في ليبيا اشتغلت سنوية بناتوا سنوية أولاد في الخدوية اشتغلت كتير في كله فعندي خبرة عندي خبرة الأطفال اللي في المناطق دي وجدت إنهم برح طب نقول لحضرتك أول ما وصلت كان فيه أمفن ونزل خنزير فقلت لأولادي يا جماعة لازم نحط صبون على الأخوات أنا جاية من الدقي لازم نحط صبون وجدت صبون من بيتي وجيت وحطيته يا أستاذة لا اللي هي لا هيخده صبون قلت لبطب بس بس سكت الميكرافون يا جماعة يا أولادي حلوين نغسل إيدينا قلت لأخوات حاجة مش بتاعته حرام اللي يضرب زميله حرام اللي يعمل حرام الوزع الديني برضو اللي يعمل حرام صدقني بصيت لقيت بعدها جايي لولاد قال لي لقيت دولفل في الهوش لقيت فلزين تاني يوم ده طفل بنشكله بس انت عايز حاجة انك انت تشكله في المدرسة تسعدك الأسرة مش أنا أقوله انت تبقى كويس تروح الأسرة عكس كده وتبقى الأسرة عكس كده طب الوضعي بمشتت هو مين الصح خد بال حضرتك ولكن نتمنى من الأسر تساعد المعلم التواصل ما بين المدرسة وبين الأسرة التواصل يعني شوفنا أنا بأعمل حجم لازم تقوله صح ده صح لازم تقول المديرة اللي قالته في الطبور ده صح وساعات الطفل ما بسمعش كلام مامته أو باباه ويسمع كلام مدرسه بس أنا مش عايزة شاتته بقى ما بينك انت بتقوله إيه كلام وما بين البيت الوضع خالص غير غير ده الزكاء بقى طب خلينا نتكلم على زوجة الابن وانتي أم لرجالة متزوجين خلينا نتكلم بتتعاملي معهم ازاي أو بتتكلمي معهم ازاي بمتال أمانة بقى أمانة طبعا هما سامعيني دلوقتي أنا عندي مرات ابني ومرات ابني ولادي ليه ليه بالعكس أنا باجي على ابني عشانهم هما سامعيني أنا باجي على ابني لأن ده ابني مش هايز علميني لا أنا اجي على ابني عشانهم ولكن هما ولادي ولادي صراحة أنا عندي مرات ابني ومرات ابني ولادي أنا كنت بعمل عمرة وبدعي لهم قبل ولادي لا 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 ليه بس حضرتك يعني انت ما هو جايز ساعات انت بتحبي مرات ابنك وبتقدريها وشايفة ان هي مخلصة ولا اخر ولكن ساعات مرات الابن تنظر الى الحامة على انها حامة حتى لو احسنت المعاملة ولكن تحس ساعات او تشهر انها برضو حامة بصي ده احساس داخلي وحنا الحامة في مصر ما شاء الله يعني ده احساس داخلي بس كتر ما انت بتتعامل معاملة كويسة هي برد كويس حتى ولو في تحفظات بسيطة انها برضو مش الام مش امها بس انت لازم تبقى كويس لازم الانسان قدامك كويس مهما كان يعني ثم كويسين الحمد لله يعني رباني بارك لهم الحمد لله قبل ما اختم معك عايز اسمع نصيحة بتوجيها الامهات اللي داخلين على حياة جديدة والزوجات الجدد انتي قلت لي في البداية انا بتكلم مع الوزع الديني وقرب شوية انها لازم اي ام تكون بتقدم لابنها النصيحة من خلال الوزع الديني ولكن انتي لما هتكلميها بقى دلوقتي وهتواجهنا نصيحة في نهاية حلقتنا النهاردة وفقرتنا هتقولي ايه لكل الامهات اللي داخلين على بداية حياة جديدة بس حضرتك فقري وفكر وفكروا الف مرة بلما تتجوزوا عشان نبدأ الحاسح عشان ما نبدأهاش من الاول ما نستعجلش واخد بالحضرتك لازم تفقري مرة واثنين وثلاثة والأسرة وتدريسي وهالثة وبعد كده لما ربني وفقكو يبقى ركزي على بيتك وأولادك وزوجك الأول وأولادك بعد كده وما تديش وقت كله للأولاد والزوج لا لازم عادل بين الاثنين عادل بعشان مغادر اللي بيحصل بذات الأمهات اللي هم العاملات ان هن بيبقوا جه ولد أو اثنين أو بيشغلوا وبيتركوا للزوج برد لو الأم المصرية بتركز على أولادها لا تخلي بالها بقى وربنا يعينها أنا بقول كده وده صعب كتير عليه بس لازم برضو الزوج يبقى متعاون يشوف الزوج يكون متعاون ولكن الكلمة اللي بتيها عليك مظبوطة لساعة الزوج بيشعر ان الاهتمام الأول والأخير بيكون على الأولاد أولاد وبيحبوهم وكل حاجة ولكن بيشعر انه بيعد شوية عن اهتمام الزوجة وبالتحديد بعد مرور 3 سنين و4 سنين و5 سنين بس يقدر بقى يقدر بالذات لو كانت عاملة يقدر معلش يقدر معلش وهو عن طريقه هو بكلام حلو كده يقدر يغير منها شوية تمام السيدة أحلام محمد الأم المثالية بشكرك مرة تانية وكل سنة وانت طيبة وهنرتقي أكيد مرات عديدة وأنت أم وكل مرأة مصرية أكيد أم مثالية شكرا لك شكرا لك مشاهدين لما سألوا الابن عن أمه قالوا له بتحب الأمر أكتر ولا أمك قال لهم لما بشوف أمي بنسى الأمر ولما بشوف الأمر بافتكر أمي كل سنة وكل أم مصرية بخير كل سنة وأمهاتنا وإخواتنا كلهم بخير بشكرك مرة تانية خلصت فقراتنا النهاردة ولكن فقراتنا هارك سأيد مستمرة يوميا موزم تساع صباحا على الهواء مباشرة شكرا لكم على الحص المتابعة أشوفكم على تانية